الحمد لله على أفضاله و أنعامه و الشكر له على توفيقه و امتنانه و الصلاة و السلام على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين محبة الله جل فعلا قال الله عز وجل فسوف يأتي الله بقوم يحبهم و يحبونه من تولى عن الله سبحانه و أعرض عن محبته سبحانه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم و يحبونه لكن كلنا نبي الله عز وجل يحبنا و يكرمنا بحبه و رضاه إن الله إذا أحبه عبداً ابتلى هذا الحديث الذي كل الناس يعرفونه إن زين يبتليه فقط و لي صبر كذلك على هذا البلاء و يرضيه فمن رضي فله الرضا لك من الله الرضا و المحبة و من سخط فعليه السود محبة الله يا أخواني لها ثمارات عظيمة و لها علامات الله نعرف اليوم إن شاء الله علامات محبة الله عز وجل و ثماراتها من علامة محبة الله عز وجل لعبده أن يجعل قلبه و لسانه مشغولاً بذكره يعني الله عز وجل دائم باله و دائم شاغل باله الله عز وجل و الدار الآخرة و الأعمال التي يحبها الله عز وجل فيفكر شون الله يحبني شون الأعمال التي الله عز وجل يحبها ثانياً يكرمه الله عز وجل بأن يصبره على المعاصي و إذا وقع فيها يلهمه الاستغفار و التوبة ثالثاً من علامة محبة الله عز وجل لعبده كما قال على صوته و السلام إن الله إذا حب يعده ابتله فيبتليه و يصبره و يرضيه بما قدره له سبحانه كذلك من علامة محبة الله عز وجل اتباع النبي عليه الصلاة والسلام قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله و يغفر لكم ذنوبكم هذه من علامة محبة الله لعبده و قد قيل أن رصيدك من محبة الله تعالى على قدر رصيدك من ذكره نحن نشوف اللي مثلاً دائماً يسولف عن شيء معين و دائماً في باله موضوع معين مثلاً الرياضة و الصحة هذا معناة الصج حيل يهتم و يحب الصحة و الرياضة فكذلك اللي الله عز وجل دائماً يكون في باله دائماً ييب موضيع عن الله عز وجل عن كلامه عن الآيات و الحاديث و عن نعمه و فضله هذا دليل على حب الله له و على حبه لله سبحانه جل في علاه أسأل الله أن يكرمنا و إياكم بحبة يا أخواني محبة الله عز وجل لها ثمارات عظيمة محبة الله عز وجل تجعل الطاعة ممتعة و لذيذ إنسان يتلذذ بطاعة الله و يستمتع يعني فرق بين واحد يصلي عشان يخل الصلاة و يدي فرضه فرق بين واحد يصلي و هو مشتاق أنه يقف بين يدي الله عز وجل و مشتاق اللي قال الله في الجنة و مشتاق أنه يسمع كلام الله عز وجل أثناء صلاته و سماعه للإمام في الصلوات الجهرية أو أنه يقرأ الآيات التي يشعر من خلالها بحب الله عز وجل سبحانه هذا من ثمارات محبة الله عز وجل يجعلك تستمتع بالطاعة و بالذكر و القرآن و الصلاة تتلذذ و تستمتع ثانياً تقطع الوسواس و الشهوات و المعاصي حتى ذج الشيطاني وسوس تلقى شنو دائماً يذكر الله فيخنس فالمحب لله عز وجل كثير لذكر الله عز وجل و الذكر بينه و بين الغفلة و الوساوس تناغض شديد لأن من يعش عن ذكر الرحمن هذا اللي رصيدة محبة الله ضعيفة يبتعد عن ذكر الله عز وجل قال تعالى و من يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان فهو له قرين فالشيطان دائماً يوسوس لأما ذاك الله عز وجل سبحان الله الوساوس قليلة و أين يبال الشيطان يوسوس له بالمعاصي و هو دائماً مشغول بذكر الله و محبته و أعمال التي تنفعه في الدنيا و الآخر ثالثاً تسلي عند المصاب من ثمرات محبة الله عز وجل أن الإنسان يصبر و يعرف أن الإبتلاه إنما إبتلاه لحبه له و أنه إبتلاه عشان مصلحته و يغفر ذنوبه يرفع درجاته في الجنة يريد صحيه من أخطاء كان هو واقع فيها أو واجبات و هو تاركه فالله بيصحي بهذا البلاء فتثمر تلك المحبة هذه الثمرات العظيمة أسأل الله عز وجل أن يكرمنا و إياكم بحبه اللهم مننا نسألك حبك و حب من يحبك و حب كل عمل صالح يقربنا لحبك تابعونا بعد الفاصل نكمل بقية الموضوع السلام عليكم شباب و عليكم السلام شوانكم حبايبي الحمد لله الله يسعدكم يا رب اليوم أحلى موضوع عن محبة الله عز وجل تخيل معي هذا الموقف العظيم اللي صار لك أو راح يسير لك إن شاء الله يا رب يسير حق الجميع يا رب الموقف هذا الله عز وجل سبحانه يكلم جبريل ينادي جبريل يقول له يا جبريل إني أحبه فلان باسمه تخيل الله عز وجل يناديك ينادي جبريل على السلام علشانك إني أحبه فلان عبد الله محمد حسين خالد اللي هو فأحبه الله يأمر جبريل لنا يحبك لأنه لازم نحب اللي الله يحبهم فإحنا شنقول بالدعاء الله من يسألك أحبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا ومن الماء البارد على الضمع دعاء مهم وعظيم جدا إذا استجاب الله هذا دعوة كنت من أسعد الناس في الدنيا والآخرة فإذا الله قال حق جبريل أن يحب فلان فحبه فجبريل يبلغ الملائكة كلهم أن الله يحب فلان فحبوه فيحبه أهل السماء الملائكة يحبونه ثم يكتب له القبول في الأرض كل الناس يحبونه الناس الصالحين والزينين الطالحين لا يجب أن يحبونه لأن حتى الأنبياء لديهم أعداء فالناس الصالحين يحبونك كلهم سيحبونك إذا كان شنو الله يجل يحبك والنبي عليه الصلاة والسلام خبرنا اللهم صلي وسلم عليه قال ما تقرب حديث قدسي قال الله تعالى ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي شنو الأكثر شيء الله يحب أنك تقرب إليه فيه اللي هو شنو الفرائض ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه يعني غير الفريضة اللي عليك تتقرب الله بالأمور مستحبة والنوافل الله جل في علا أسمع ماذا يقول الله العظيم في الحديث القدسي فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به فسمعك سيكون مسخر كله في سبيل الله لا تسمع إلا الذي يرضي الله وينفعك وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولا إن سألني لأعطينه ولا إن استعاذني لأعذنه تخيل أي شيء تطبع من الله يستجيبك ويعطيك ولا إن استعاذني تستعيد بالله من شر لا أعذنه وعد من الله عز وجل أنه إذا أحبك يستجيبك و الله عز وجل ذكر أن هناك ناس يحبهم و يحبونه فسوف يأتي الله بقوم من يحبهم و يحبونه و هناك ناس يحبون الله أكثر من غيرهم قال تعالى وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًا لِلَّهِ لازم أنت تكون أحب إلى الله من غيرك تحاول تقول لا يصبقني إلى الله أحد يكون أنا أكثر واحد يحبني لكي يسأل الصحابي تسألنا نبع الصلاة من أحب الناس إلى الله؟ من أحب الناس إلى الله؟ فقال له شنو؟ أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس شوف أنت شكثر تنفع الناس تعلمهم، تهديهم، تساعدهم مادياً تعاونهم معنوياً كذلك، إذا كنت مقبل عليه بكثرة هذا دليل أن الله يحبك إذا وفقك لأنك تقرأ كلام وتفهم والطبقة وتعلمه هنا ستكون من أكثر الناس اللي الله يحبهم بل أنت ستكون من أهل الله وخاصته هم أهل القرآن واضح؟ قوله والله إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك سؤال، في القبر ويوم القيامة في المحشر إذا الله حبك، هل يعذبك؟ ولا حتى لحظة بل سيحاسبك حساب يسير ويدخلك الجنة ويجعلك في القبر عايش في نعيم حياة البرزخ في نعيم ويجعلك تراه يوم القيامة بعينك ويكلمك في الجنة وتكلم الله في الجنة وإذا حبك محبة أكثر من غيرك سيكرمك بالفردوس الأعلى من الجنة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسعدنا وإياكم بحبه وحبي نبيه اللهم أنا أسألك أحبك واجعل حبك أحب إلينا من كل شيء يا رب العالمين وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد ومشكورين على التركيز والاستمامة